تاريخنا المجيد حافل بالفتوحات الباهرة والبطولات النادرة التي سجلها الأبطال الفاتحون والفرسان المخلصون ومنهم صاحب النقب ففي أحد فتوح الشام حاصر مسلمة بن عبد الملك حصلا مليعا من حصون الروم قد استعصى على المسلمين وأصابهم فيه جهد عظيم فجاء بطل شجاع إلى فتحة صغيرة في سور الحصن فدخل منها ثم قاتل بسيفه حتى فتح باب الحصن ودخله المسلمون وتم لهم النصر أعجب القائد بشجاعة هذا الجندي فأحب أن يعرفه لي كافئه فنادى في الجيش أين صاحب النقب فلم يجبه أحد فأعاد النداء وفي المرة الرابعة جاءه جندي وقال أنا أدلك على صاحب النقب ولكن بشروط لا ترسل اسمه إلى الخليفة ولا تعطيه مكافأة ولا تشغله عما هو فيه فقال له ذلك فمن هو صاحب النقب قال أنا ثم انصرف ولم يعرف بعد ذلك وإلى الآن لم يعرف اسم هذا البطل ولا يضره ذلك فقد ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسماء من استشهدوا في بعض الغزوات ثم قيل له وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم فبكى عمر وقال لا يضرهم ألا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم ولعل ما فعل صاحب النقب هذا دليل على شدة إخلاصه إذ كان لا يريد بعمله ذلك سمعة ولا شهرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزى يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه موسيقا